قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد اليوم ثلاثة برباط إن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يشكل رفعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأكد السيد ساجد في كلمة لها خلال لقاء تواصلية عقدته الوزر مع مسؤولها المجاليين أن القطاع المذكور يعرف اليوم ديناميكية كبيرة من شأنها تأهيله للإطلاع بدوره كرفعة أساسية في تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية من خلال تشجيع المقاولات العاملة في هذا المجال وكاد توفير عدد هم من مناصب الشغل هذا القطاع اللي كيعرف واحد ديناميكية جديدة واللي كيخص من دوبين دي النحتهما يكونوا على دراية بالمخططات اللي كتديرها الوزارة باش يواكبوها على مستوى المحلي مناسبة كذلك باش نشتغلوا على واحد الإطار جديد اللي يكون أكتر ملاءمة مع تقطيع الإداري الجديد ومن جانبها نوهت كاتبة الدولة المكلفة بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيدة جميلة المصلي بالعمل الذي تقوم به المصالح الممركزة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعية في سبيل تطوير القطاع والنهوض بأوضاع المشتغلين فيها هذا أول لقاء كان نعقده في هذه السنة وفي هذه الحكومة هذه واللي المقصد منه هو أولا إطلاع للسادة المدرأ والسادة المندوبين بكل المستجدات التي تعرفها الوزارة وبكل المشاريع لها المستقبلية سواء أنها محيط رؤية استراتيجية ومحيط كذلك القانون المنظم القطاع والقوانين كلها المؤثر القطاع ومن حيط كذلك مناسبة من أجل التأكيد على السادة المدرأ على دورهم في سياسة يعني في الحكومة الترابية وعلى دورهم في تنزيل برامج الوزارة والتأكيد عليهم على ضرورة تبني مقاربة القرب والتواصل لأننا كنت عاملوا مع صانعين وصانعات عندهم إكراهات عندهم تحديات فمفروض من المسؤول في المجالي في هذا المستوى الإقليمي والجهوي أنه ينفد سياسة الوزارة ويتواصل ويواكب المشاريع ويسحي إلى إنجاحها السيدة المسل توقفت كذلك عند تقدم أشغال إعداد الرؤية لاستراتيجية جديدة للقطاع موضحة أنه يتم حاليا إنهاء العمل على إعداد الأرضية الأولى لهذه الرؤية التي تستهدف رفع من الإنتاجية وتحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين وصناع التقليديين والتعاونيات من خلال العمل على وضع مقاربة تتلاءم وخصوصيات مختلف المتدخلين والمجالات اشتركوا في القناة